ستة أعوام هي عمر الحرب وعمر قصة إخفاء واحد من أهم السياسيين في البلد لدى ميليشيا الحوثي إنه السياسي والقيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان أحد أبرز رموز العمل السياسي الذي عرف إلى جانب الشهيد جار الله عمر بكونهما مهندسي تجربة اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة اليمنية كان قحطان سياسيا بارعا ترك بصمته في العمل السياسي متميزا عن الكثيرين باعتداله وانفتاحه على جميع الأطراف يصفه مقربون منه بالمدرسة السياسية الفريدة ويعتبرون استهدافه في سياق الاستهداف الحوثي الشامل للحياة السياسية في اليمن لحساب توطين القتل وإشاعة الإرهاب والتخويف كآلية وحيدة للعمل السياسي في البلد غير أن محمد قحطان الأب والإنسان يبدو غيابه موجعا وأشد وطأة لدى أسرته التي ما تزال تبحث عن خلاص سنوات ست وهي تطرق كل الأبواب للحصول على إضاحات عن مصيره ولم تحصل على شيء حتى اللحظة وتلك جريمة أخرى من بين كل المختطفين لم تسمح الميليشيا بالإفراج عن أي معلومة عن مصيره أو تمكين أسرته من معرفة مكان احتجازه نهيك عن التواصل معه رغم المطالبات على المستويين المحلي والدولي الرامية لحث المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا لإطلاق سراح قحطان أو الكشف عن مصيره إلا أن هذه المطالب لتزال تصطدم بتجاهل الميليشيا يقبع في سجون ميليشيا الحوثي المئات من المختطفين والمخفيين قسرا وجلهم مدنيون صحفيون ونشطاء سياسيون مواطنون مدنيون عزل لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا في عهد الميليشيا